مشاهدين ينضم إلينا من مراكش مراسلنا عزيز فتحي عزيز يأخذونا في جولة على آخر المستجدات والأوضاع عمليات الإغاثة والإنقاذ وكيف هي الأوضاع في مراكش والمناطق المتضررة عزيز عمليات الإنقاذ متواصلة بإقليم الحوز وإقليم تارودانت وششاوة لكن تتركز أساسا بإقليم الحوز الذي شهد هزة عنيفة ومعظم الضحايا والمصابين يوجدون في هذه المنطقة وصلنا قبل قليل إلى مركز مولي إبراهيم الذي لحصن حظه أنه لم ينهار على ساكنيه بالكامل عينا تصدعات في المباني صخور متراكمة في الطريق إلى هذا المركز انجرافات في التربة سقوط أشجار على الطريق تعرقل السير وعينا كيف أن ساكنة هذا المركز باتت الليلة أمس وطيلة الساعات الماضية منذ الهزة العنيفة التي ضربت هذه المنطقة ليلة الجمعة صبيحة السبت في 11 و11 دقيقة وكانت بقوة 7.2 في المئة معظم المباني والمنازل هنا تصدعت أو تشققت أو انهارت بالكامل بشكل جزئي ومعظمها فارغة الآن قضى الأهالي ليلتهم في العراء والبعض يتحدث أنه لم يتوصل لحد الساعة بالخيام وأنهم في حاجة إلى هذه المساعدات وتوصلوا لحد الساعة بمعونات من قبل محسنين ومتطوعين الحصيلة العامة التي حينتها وزارة الداخلية وتعود إلى الساعة العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي تشير إلى أزيد من ألفي قتيل وأكثر من ألفي جريح معظمهم جروحهم متفاوتة الخطورة أو بالأحرام معظمهم جروحهم خطيرة وفي حاجة إلى تدخل عاجل من أجل التعامل مع الإصابات التي يشتكون منها عزيزة أوداً أسألك عن جهود الإغاثة المملكة سخرت كل ما لديها من قوة للعمل على قدم وصاق لإنقاذ وانتشال الضحاية من تحت الأنقاذ نرى أيضاً الكلاب البوليسية والمدربة مع فرق الإنقاذ أوداً أسألك إن كان لديك معلومات حول وضع القرى النائية والبعيدة إن تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى كل القرى التي تأثرت بشكل مباشر بفعل الزلزال بالفعل التحدي الأكبر والإكرار هو أنها الرقعة الزلزال متسعة في إقليم الحوز الشاسع وفي أقاليم أخرى تتعلق بشيشاوة وتارودانت وأزيلال وهي أقاليم مثلاً إن تحدثنا فقط عن إقليم أزيلال فهو بمساحة تناهز مساحة دولة بالكامل لبنان مثلاً فهي مساحات شاسعة ومناطق جبلية وعرة ما وصلناه لحد الساعة هو مركز مولاي إبراهيم وسترصد أكيد كاميرا قناة سكاي نيوز عربية في القادم من الأوقات المشاهد في الأماكن التي سنتوجه إليها وسترصد كذلك عمليات الإنقاذ حالياً لم نلتقي بتلك الفرق لكن الفرق هي معبأة في مختلف هذه الأقاليم ومزودة بلوجستيك بري وجوي بطائرات وطائرات بدون طيار وعمليات تدخل مباشرة من قبل القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضحايا الذين محتمل أنهم لا يزالون عالقين تحت الأنقاذ تمام عزيز سعى نعود إليك لموفاتنا بأي جديد عزيز فتحي مرسلنا من مراكش ترجمة نانسي قنقر